نعم هذه مناورة عسكرية قديمة قد تبدو منطقية في مثل هذه الحالة أنه لديهم ما يمكن أن نسميه الانسحاب تحت النار أو الانسحاب قليلا إلى الخلف لكي يجعلوا الروس يستمرون في التقدم ثم بعد ذلك يكون لديهم القدرة للاختراق يمكن أن يكون هناك فهما لهذه المحاولة ولكنني أعتقد أن ما يحاول الأوكرانيين القيام به هو ليس دحض هذه القوات في الخطوط الأمامية ولكن أن يجعلونهم ينفذ من الذخيرة أو تنفذ منهم الذخيرة الوقود من بعض الإمدادات اللوجستية الطعام والماء فما يحاولون القيام به هو أن يحاول استنزاف هذه القوة من خلفهم من خلف القوات الروسية لأنهم إذا ما أعتقدوا أنهم سيكونون قادرين على اختراق من الأمام ويستمروا بمهاجمة الكييف فلن تكون لديهم ذخيرة كافية لن يكون لديهم طعام الكافي والماء إذا ما كان الأوكرانيين يستخدمون الصواريخ لمهاجمة القوات الروسية في الخلف ترجمة نانسي قنقر